السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي وليوم قراءات لعزيزي برج العذراء الشمسي والقمر والطالع ولا تنسوا أنها قراءة معنمة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك أتركوا خذوا ما ترتحون إليه من الرسالة وخلوا الباقي يرحل يرجع للكون بسلام فهناك برج عذراء آخر يحتاج لهذه القراءة ولا تنسوا استشارات برجكم الطالع أو الشمسي والقمر وهي قراءة للكل للنساء والرجال وخل للكل لنبدأ نخلي الرسائل ونرى ما هي قراءة برج العذراء هذا الشهر شهر جوان يونيو أو حزيران بسم الله نتمنى لكم حب سعيد حب سعيد حب سعيد حب سعيد يا ربي الحبيب وبسم الله طاقتك عزيزي برج العذراء هي الحركة الرحيل الصفر هذا الشهر نعم البعض منكم سيرحل ربما يعني تغيير السكن آآ لكن ارى كذلك صفر ربما صفر يعني للمتعة آآ غادي تاخدوا وغادي تصفروا وكذلك البعض الاخر يعني رحيل الى بلد حتى الى بلد اخر يعني هذا الصفر يعني طويل وخا حتى لبلد اخر آآ عزيزي برج العذراء البعض منكم تعملون في مجال التعليم او الخياطة ومن ليس لديه عمل في هذا آآ الشهر فهناك فرصة جميلة فرصة عمل في مجال السياحة وخا بالنسبة للمتزوجين ارى آآ برج العذراء زوجة او زوج كتعمل لنهار يعني تشتغل كثيرا تشتغل داخل وخارج البيت يعني انا اتكلم مع المرأة والرجل برج العذراء سواء كان زوج او زوجة هذا آآ يعني برج العذراء الزوج المتزوج يعمل ليلة نهار وكل يعني كي نطبكري ربما في يستيقظ باكرا ربما في الساعة السابعة صباحا نعم وكل همه في الحياة او همها في الحياة هو اسعاد زوجها وابنائها والعكس هو الصحيح يعني الزوجة الزوجة الذي برجه هو العذراء زوج العذراء فهمتو نياك انا اتكلم مع النساء والرجال لكن يسهل علي ان اتكلم مع النساء لكن انا اتكلم عن طاقة برج العذراء يعني رجل ذكر وانثى واخا اذا الزوجة العذراء تقوم باكرا تستيقظ ربما في سبعة ديال الصباح في السابعة صباحا وتشتغل في البيت وتشتغل حتى خارج البيت معا وهمها وهدفها الوحيد في الحياة هو اسعاد زوجها وحماية والعناية ببيتها وابنائها هذه هي حياة المتزوجين برج العذراء واراء حياة اتبرت الله يعني ما شاء الله فيها خير ورزق واحترام كبير هذا زوج العذراء يقدر ويحب زوجته زوجته نعم ويقدرها ويعرف انها كنز ثامن والعكس هو الصحيح يعني زوجة برج العذراء تقدر زوجها تحترمه تحبه يعني حياة عائلية اه اسرية جميلة بزاف واطفال يعني سعداء ابناء سعداء وهذا الرجل والمرأة يعني آآ ستان جغوب يعني تخفو نعم يعني فاش كنقوله في العربية فرقة نعم فرقة جغوب هو فرقة يعني يجمعها يعني ربط الحب والاحترام ويعني هدفك ما هو العناية بزوجتك او نعم وابنائك وببيتك واراء حياة اسرية جميلة بزاف هذا كل ما ارى في ما يتعلق المتزوجين واحترام وحياة جميلة بزاف وفرح ورزق نعم ما تقوله القرد يعني رزق آآ وحياة هانئة وجميلة للنسبة للمرتبطين هناك نعم حب هناك حب حب جميل هناك حب جميل وكذلك تريدون الاستقرار تريدون الاستقرار لكن هناك يعني طاقة 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 سلبية ربما هي العائلة يعني لا تقبل هذه هذه العلاقة ربما امك انت او امها هي لا تقبلها لكن انا ارى حب صافي بالنسبة للمرتبطين وطاقتكما هي المرتبطين طاقة ترابية وهوائية ترابية يعني ثور وجدي وعذراء مثلك او هوائية ميزان دلو وجوزاء نعم بالنسبة للمرتبطين ارى حب جميل وصافي لكن ربما هناك طاقة سلبية تريد ان ان تنهي هذه العلاقة بالنسبة للعزاب بالنسبة للعزاب اراه فرصة سماوية وصول حبيب وصول شخص مميز جدا جدا لكن سبحان الله يعني طاقتك انت عزيزي برج العذراء هو الرحيل الرحيل والاماكن البعيدة لان هذا الشخص بالنسبة للعزاب هذا الشخص الذي سيصل الى حياتك هو من مكان اخر ربما من بلد اخر نعم وستتعرف عليه اما انت ستسافر اه ربما ستذهب لزيارة الاقارب يعني غادي تمشي تشوف حبابك اما خلتك او عمتك وستتعرف على هاد الشخص اه هناك او اذا كنت تعمل هذا الانسان سيصل هو رفيق جديد في العمل وغادي تتعرف عليه وغادي يعني غا تبني علاقة زوينة وجميلة نعم نعم علاقة زي جميلة هذا قد الاستقرار نعم لنواصل لكن هناك خوف هناك خوف من هذه العلاقة انت يعني هذه كرد الدموع ربما هذا الانسان سيرحل من من جديد لبلده او انت ستعود لبلدك وهذا الانسان سيبقى في في بلده لكن اري يعني هناك مسافات بيناتكم وهناك دموع دموع الحزن يعني ستبكي على هذا هذا الانسان او تبكي يعني ربما انت تعرفت على هذا الانسان وآآ يعني كاتبكي لي انه بعيد نعم من جديد هذا الانسان بعيد هذا ما ارى هذا ما ارى نعم والان آآ لنواصل يعني ما لا يمكنني يعني ده بقى ساتكلم عن المنفصلين 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 ارى آآ ربما آآ هذا الانسان مع شخص اخر هناك ربما انفصلتم بسبب خيانة آآ وهذا الانسان الان هو مع شخص اخر وآآ او حتى انه متزوجه هناك اطفال لكنه غير سعيد هذا الانسان غير سعيد غير سعيد هو يظهر صورة كاذبة يعني شاشة فقط ما ترى اذا كنت يعني ترى اه فهو ليس سعيد في الحقيقة ليس سعيد وربما هو مع هذا الطرف الاخر ربما لاسباب مادية او ربما لان هناك اطفال نعم انت طاقتك هي حزن وطاقته كذلك هي الحزن عزيزي آآ برج العضراء المنفصل ارى طاقتك انت هي الحب والحزن وطاقته كذلك لكن هذا الكارت مهم جدا هذه رسالة مهمة جدا هذه الرسالة تقول لك عزيزي انك عليك تنظيف عليك تنظيف عقلك من كل السلبيات لانك تعيش في الذكريات في ذكريات الماضي نعم تعيش في ذكريات الماضي وهذا يرفع من دبدبات الحزن لذلك عليك التخلي لماذا يجب ان تتخلى لان هناك شخص شخص اخر سيصل الى حياتك ويهيب لك ما تستحقه انت وما لم يعطيك الحب الاخر نعم الحب الاخر كنا ان طاقته هي ترابية وهوائية والحب الجديد طاقته مائية او ترابية من جديد وخا نعم لما ارى هذا طاقة ترابية هوائية ومائية انتما شوفوا يعني من لدي من هي طاقة الحبب الاول او الذي سيصل لكن انا ارى انسان جاد وحكيم سيصل الى حياتك لشفائك لهذا الانسان يعني هو بمثابة شفاء روحي بالنسبة لك هذا الانسان طبيبك عزيزي هذا ما تقول هذا الكرد المهمة هو طبيبك الروحي نعم ستفرح كثيرا مع هذا الشخص الله شوفوا الاستقرار والحب الاستقرار والحب لكن هذه الكرد تقول لك انك يجب ان اه ان تنظف اه يعني ان تنظف روحك من الطاقات السلبية وهذه الذكريات ولا تتشبث بالماضي وان تنسى وان تنفصل عنه تماما لانكم انتم منفصلا يعني جسديا انتم منفصلا لكنكم يجب ان تنفصل روحيا يعني تنساه تنساه يجب ان تنساه هذا الانسان لانك اذا لم تنسى هذا الانسان فلن يصل يعني الكون لن يرسل لك هذا يعني هذا الحب الحقيقي الحب هذا الانسان المخلص هذا الانسان الحاكم الذي يهيب لك ما ما تحتاجه انت ما تستحقه انت لان هذا الانسان يراك انت يراك يعني يراك يعني يرا فيك الجمل الداخلي والخارجي بشكل مبالغ يعني هو يحب فيك عيوبك وفضائلك يحبك كما يعني كما انت وهذا هو الحب الحقيقي يحبك كما يعني كما انت كما انت نعم كيبغيك كما كنت قبيح والنزوين كيبغيك كما يعني يحب طبيعتك يعني كيف كما خلقك الله هذا هو الحب الحقيقي وهذا ما سيصلك لكن عليك ان ان تتخلى عن نعم تتخلى وتستغني عن الاخر ان تنساه يجب ان تنساه لكي تسمح للسماء ان تبعت لك هذا الحب الجميل حبيب الروح هذا حبيب الروح هذا سيعطيك ما تستحقه ليس الاخر الاخر انساه الاخر انساه لكن كما اقول دائما الاستغناء لكن بالسلام يجب ان نتصرف كما يتصرف الكون معنا يعني بهدوء الاستغناء بسلام بحب نعم بحب مهما اساء ايضا اليك حتى وان كانت هناك خيانة واخد بكك يعني بكك حتى مرضك هاد الانسان يعني ظلمك كثيرا يعني كانت علاقة سلبية بزاف وعنيت كثيرا وبكيت بزاف لكن رغم ذلك سامحيه واغفري له وارسلي له كل طاقتك الجاملة والايجابية وكل حبك لكن مسحي راسك يعني ديري ديري نتوياج آآ منطل نعم تنظيف عقلي وروحي لماذا لكي يرسل لك السماء ما تحتاجين كانت قراءة جميلة بزاف كانت قراءة جميلة لنرى ما هي رسالة الملائكة ورسالة السحرية تقول اترك الاشياء اترك الاشياء تستمر الى النهاية حتى نهايتها يعني اترك الاشياء هكذا يعني من جديد السلام والوئام والتخلي والاستغناء خلي الاشياء يعني تحدث كما يجب ان تحدث والثقة والايمان بالله والكرت الثانية تقول شهر العسل من جديد لدينا الرحل والسفر يعني طاقتك انت عزيزي برج العذرة والحركة والسفر البعيد البعض منكم سيعود لكن البعض الاخر لن يعود وخا تقول شهر العسل آآ يجب ان تقدر جمال السفر مع الحبيب ربما البعض منكم سيسافر مع حبيبه آآ والكرت الثالثة تقول شوي 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 اه شيئا فشيئا اترك اه يعني تخلى عن بذل مجهول كبير في السيطرة على الاشياء يعني ما تسيطرش على الاشياء والتحكم في الاشياء وستفتح لك الابواب الابواب السماوية هي كما ترون هي نفس نفس الرسالة في الحقيقة نفس الرسالة يعني ندع الاشياء تحدث كما كتبها كتبها الله علينا كما يعني كما كتبها القدر نعم يجب ان نؤمن ونثق بما كتبه الله لنا ونحمد ونشكر الله في كل الاحوال واخا كانت قراءة جميلة جدا كانت منا تكون ساعدتكم آآ وتستفدوا من هاد القراءة واتمنى ان تكون قد يعني تساعدكم ولو شوية هاد الرسالة ولا تنسوا ان الطرط لنا يعني لا يعطي لكم حلول ولا يقول لكم كيف يجب ان تعيشوا هي فقط اشارات ورسائل آآ رسائل لكي يعني لكي تعرفوا ماذا تفعلوا وآآ لكي تختاروا ما هو افضل لكم في هذه الحياة كانت منا لكم الخير ياربي يحفظكم ليه ياربي خليكم ليه آآ الله يحميكم والله آآ ياربي تتحقق كل امنياتكم كان حبكم بزر وكان شكركم بزر من كل قلبي